طبتم وطابت أوقاتكم الرابعة بتوقيت السعودي أن نواصل تغطيتنا للعملية العسكرية الروسية من الرياض وهذه أبرز العناوين للرابعة تأهب جوية في كييف وسط تهديدات بهجوم الروسي الصاروخي والهدوء الحذر يسود أجواء العاصمة روسيا تحذر الغربة من رد قاس وسريع على العقوبات والصين تتهم الناتو بتصعيد التوتر أوروبا تشدد العقوبات على الروسيتين وتعقد قمة الخميس لبحث انضمام أوكرانيا ودول أخرى للاتحاد شركات عالمية تنضم للائحة مقاطعي روسيا والكريم لن يستنكر الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن أهلا بكم إذن الحرب في أوكرانيا دخلت يومها الرابع عشر معركة كييف لم تحسن بعد بالرغم من الأرتال العسكرية الروسية التي تحاصر العاصمة مراسل العربية أفاد بأن الهدوء الحذر ساد أجواء كييف خلال ساعات القليلة الماضية في وقت تقوم فيه القوات الروسية بالتحرك لتطويق العاصمة من جميع الجهات ورغم وقف إطلاق النار أعلنت السلطات الأوكرانية رفع حال التأهب الجوية في العاصمة كييف بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها اعتبارا من صباح اليوم كما حتى تسكان على ضرورة الذهاب إلى الملاجئ في أسرع وقت ممكن للحماية وذلك بعد أن وردت معلومات تفضي عن تهديدات بشن هجوم صاروخي محتمل من قبل القوات الروسية معنا من كييف مرأس العربية حديف عادل حديفة هل ما زال الوضع على هدوئه الحذر أم ثم تشتباكات؟ نعم أهلا بك حتى هذه اللحظة ما زال الهدوء يخيم في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف سواء كان في داخل العاصمة أو على المحيط في الحدود نسمع أصوات الطائرات قريبة تحلق هنا في العاصمة كييف لكننا لا نستطيع أن نعلم يقينا أي الطائرات التي تحلق هل هي طائرات روسية أم طائرات أوكرانية ولكن بشكل عام حتى هذه اللحظة هناك هدوء في جميع أنحاء العاصمة كييف وفي الأطراف تتواصل عمليات الإجلاء من محيط العاصمة كييف من القرى والمدن القريبة خاصة تلك التي شهدت قتال قوي مثل سيفرني، فيشغردني، ريون وأيضاً قستومل ويربين هذه المناطق الآن يتم إجلاء السكان إلى داخل كييف وبعد ذلك من داخل كييف إذا رغبوا في الإجلاء غرباً يتجهون عبر الطريق البري إلى الغرب الأوكراني وأيضاً عن طريق السكة الحديد سواء كان رغبوا في الاتجاه إلى الحدود الرومانية أو الملضافية أو البولندية يعني وضع هذه الممرات الأمنة طبيعي الآن نستطيع أن نقول ذلك بأنه باعتبر أنه الأمس شهد سقوط بعض القذائف والاشتباكات نعم، اليوم لا يوجد ولم ترصد ولم يتم الإعلان عن أي اشتباكات أو أي تبادل لإطلاق النار خاصة في محيط الممرات الأمنية تعمل الممرات الأمنية الآن من المدن الخمسة الأساسية أو الرئيسية التي تشهد حصار مثل سومي، خاركوف، ميكلايف، شيرنيغوف، مريوبل وكيف حتى هذه اللحظة تعمل هذه الممرات بشكل طبيعي يخرج الناس طبعاً لا بد هنا أن أشير إلى أن عمليات الهجرة هي نفسها ليست كبيرة يعني لا يخرج جميع السكان المتواجدين في هذه المناطق هناك عدد كبير من السكان يعتبرون أن وجودهم في منازلهم واللجوء إلى الملاجئ في حالات القصر أفضل لهم من اللجوء إلى المجهول لأنهم طبعاً تتوارد الأخبار عن أوضاع اللاجئين في الحدود وكيف هو الوضع ولذلك الناس أيضاً تخاف من الانطلاق إلى المجهول فالكثير من الناس نتحدث إليهم يقولون أن هذا وضع مأساوي والآخر أيضاً مأساوي لذلك أنا هنا لدي منزل لدي غطاء من البرد تعلم أن درجة الحرارة في السالب هنا وهذا يقتل يعني كما الرصاص يقتل البرد أيضاً يقتل وجوع يقتل فلذلك هناك الكثير من الناس الذين يفضلون البقاء الآن هذه الممرات الأمنية التي تتجه في اتجاه لإجلاء المواطنين هي في الاتجاه الآخر تعمل لإصال المساعدات إلى هذه المناطق خاصة المناطق التي شهدت الإصار قوي وكان هناك نقص في الغذاء والمواد التموينية حذيفة نتمنى أن نرى أيضاً صورة من خلفك والوضع في شوارع كييف إذا تمكن الزميل المصور من أخذ لقاطات نعم إذا تكرمت ودعني أسألك أيضاً عن الضحايا أو ربما بالأمس وقبل ذلك نظراً للاشتباكات لم نستطع أن نرى أرقاماً هل من أرقام اليوم صدرت على الأقل من الجهات الأوكرانية عن الضحايا والخسائر يعني حتى هذه اللحظة إذا كنا نتحدث عن القوات الحكومية فمن القوات الحكومية هي حتى هذه اللحظة لا تعلن عن عدد القتلى من الجيش الأوكراني أما بخصوص المدنيين أيضاً لا يوجد رقم واضح لأن السلطات تقول أن العملية العسكرية في مناطق مختلفة ويصعب جداً الحصر الدقيق ولكن دائماً ما يكون حصر وقتي بعد كل عملية هناك حوالي 20 مواطن أوكراني قتلوا في الغارة الجوية في منطقة سومي أو في مدينة سومي وأيضاً هناك حوالي 48 مواطن أوكراني قتلوا في منطقة شرنيقف في الغارة أيضاً الجوية والاشتباكات في منطقة شرنيقف من إربين حتى هذه اللحظة لا نعلم العدد يقيناً ولكن هناك عدد من الذين أصيبوا وهم الآن في المشافي المختلفة داخل العاصمة كييف وخاصة في مستشفى أخمديد وهو مستشفى للأطفال ولكن تم الآن هذا المستشفى يستقبل كل الحالات يستقبل الكبار والصغار في جميع الحالات المصابين وغيره من الإصابات الوضع كما قلت كنتي موجز جالة زوم بجارسة الوضع طبعاً هذا هو الوضع هنا في العاصمة كييف وتم إعلان بعض المناطق الخطرة والتي طبعاً هي في الأساس تشهد تواجد للقوات الروسية بشكل كبير نتحدث عن قستومل نتحدث عن بوتش حذيفة أيضاً بيدينا تساءل عن المواد الأولية بالنسبة للناس هل هي متوافرة هل أيضاً ما زالت طوابير في المحال أم أنه لصعوبة الوضع الأمني كل شيء أغلق في هذه الشوارع ربما فقط هم المرة الذين نشاهدهم أمامنا في الكاميرا وأنت تتجول نعم بشكل أساسي بشكل أساسي المحلات البقالة كانت في الأيام الأولى للحرب تعلم أن الصدمة كانت كبيرة على المجتمع لذلك كان هناك إغلاق كبير كبير للمحلات وهناك عدد ضئيل جداً من المحلات كان يعمل فقط المراكز الكبيرة وكان هناك ازدحام كبير جداً من قبل المواطنين والمواد التموينية بدأت تنفز وأيضاً كان هناك عدم قدرة على إصال المواد من المستودعات وتعلم أن في المدن دائماً المستودعات الكبيرة تكون في الخارج في الضواحي وكانت هذه هي المناطق التي تشهد قتال لذلك كان من الصعب جداً نقل هذه المواد ولكن الآن منذ ثلاثة أيام نشهد انفراج كبير هناك وصول للمواد التموينية هناك المحلات مفتوحة بشكل أكبر مما كانت عليه لذلك لا نشهد أي ازدحام ولا نشهد أي تواجد كبير نشهد بعد العكس تماماً تواجد كبير هل هناك تخوف أيضاً من حركة للقوات الروسية من اقتحام كييف خاصة أنه هناك أيضاً حديث عن أنه ربما القوات الروسية تطوق هذه العاصمة وتضيق الخناق عليها نعم في الحقيقة بالتأكيد هناك تطويق كامل للعاصمة هناك أيضاً إمدادات تأتي للقوات الروسية المتواجدة في أنحاء العاصمة المختلفة أو في محيط العاصمة من جميع الاتجاهات هي تحصل على الإمدادات ولذلك قالت القوات الحكومية قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هذه القوات تستعد لاختحام العاصمة كييف وهي تحصل على الإمدادات الآن وهناك إمدادات حتى من قوافل قطعت الطريق طبعاً القوات الحكومية الأوكرانية على قافلة من الجنود والمدرعات كانت تتجه إلى العاصمة كييف ولكن هناك قافلة أخرى اقتربت من العاصمة كييف من جهة أخرى لذلك هناك تموضع وتمركز للقوات في محيط العاصمة كييف لمحاصرتها تماما إذانا باقتحام العاصمة كييف لكن حتى هذه اللحظة يقول الجيش الأوكراني أنه قادر على الدفاع عن العاصمة من محيطها وأن القوات الروسية لا تشهد أي تقدم منذ بداية الحصار للعاصمة الأوكرانية وحتى هذه اللحظة لم يتقدمهم على بعد حوالي 20 إلى 25 كيلومترا بل أنها في بعض المناطق استطاعت أن تدفع بهم إلى الخلف ولكن تقول أيضا أنها ما زالت قادرة على رد أي عدوان عن العاصمة الأوكرانية كييف سلمت حذيف عاد المراسل العربية من كييف شكرا جزيلا لك نتمنى دائما السلامة لك ولطاقم العمل تزامنا مع سمرار التصعيد العسكرية تشهد أوكرانيا اليوم هدنة جزئية هي الثانية خلال يومين حيث أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني عن اتفاق مع الروس لضمان أمن سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين وأوضحت المسؤولة أن موسكو أكدت موافقتها على احترام هدنة من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءا بتوقيت جرينيش حول ست مناطق تشهد قتالا كما حددت ممرات لإجلاء المدنيين خصوصا من أنر جودار إلى زابوريجيا ومن إزيوم إلى لوزوفا ومن سومي إلى بولتافا ومن المفترض أيضا إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين إلى كييف من مدن عدة في محيط العاصمة التي تعرضت لقصف عنيض بما فيها بوتشا وإيربين وغوستوميل كما actionable It's difficult I think that we are we must be at 2.1 2.2 million by now because we passed a 2 million mark yesterday but you know Poland receives 150.000 per day Poland alone so it goes up very fast لا نرى أنه توقف. الأشخاص الذين يأتي الآن نحن نعيبها أولاً. إنه سيكون مدرسة إذا كانت تتوقف المتحدة سيكون مدرسة سيكون مدرسة ومدرسة نتوارات ويكون مدرسة أكثر من المدرسة أكثر من المدرسة أولاً. معنا من الحدود البولندية الأوكرانية موفدة العربية حسين قنينبر. حسين ما هو الوضع لديك؟ خاصة اليوم نحن نتحدث عن أسبوعين من عمليات الإجلاء وأيضاً عمليات دخول اللاجئين إلى بولندا التي وصلها أكثر من مليوم ومئتي ألف. نعم عدد اللاجئين عادل من أوكرانيا إلى بولندا يزيد يومياً بما معدله بشكل وسطي مئة وخمسين ألفاً كل 24 ساعة إلى بولندا وحدها. يقول مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فليب بوغراندي لقد أمضيت عقوداً في مهمتي هذه لكنني نادراً ما شهدت مثل هذا التدفق الكثيف وخصوصاً السريع في ظل ظروف مغادرة طارئة لفئات هشة من المجتمع خصوصاً النساء والأطفال الذين يضطرون للمغادرة في ظروف عاجلة من دون أن يغادر الرجال معهم. قال المفوض الأممي أيضاً حتى الآن يمكن للأصدقاء والأقارب للاجئين أن يؤوهم عندهم. ولكن سنصل إلى مرحلة لا تعود بإمكان هذه الدول لا يعود بإمكانها إلا أن تغرق وسط هذا الحشد المتدفق من هؤلاء اللاجئين الذين لا يتوقف وصولهم تفضل عادل. إحسين كنت أود ناس ألك ألم تعطي على الأقل لمح بولندا عن الأعداد التي من الممكن أن تستوعبها وبالتالي ماذا عن الإمدادات أنا أقصد الإنسانية هنا تحديداً لبولندا لمعالجة هذه الظروف على الأقل. للرد على سؤالك أولاً لا بد من الإشارة إلى أن النواب البولنديين كانوا يناقشون أمس مشروع قانون يرصد مبالغ ضخمة مبالغ عفواً إضافية للاجئين الأوكرانيين ويخصص مبالغ خاصة للتغطية الصحية الطارئة لهم وللتقديمات الإجتماعية وأيضاً لفتح أسواق العمل البولندية أمامهم ثم تقديم مكافآت مالية إلى كل عائلة بولندية أو إلى أفراد قدموا مساعدات لهؤلاء اللاجئين بشكل أو بآخر لو سمحت لي أن ألتقي أن أطرح أسئلة على هذه السيدة العاملة هنا منذ أيام تساعد القادمين إلى هنا مرحباً 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 النقاط الحدودية يعتنى بهم هنا هل لك أن تعطينا تفاصيل حول المساعدة التي تقدمونها لهم؟ نأتي كل أسئلة نأتي نأتي المساعدة ومساعدة المساعدة أيضاً نأتي مرحباً تقول لنقدم لهم كل نوع من المساعدة نساعدهم في الاستشارات القانونية يقدمها محامون ومحامون أيضاً في الترجمة وفي الدعم النفسي لهؤلاء كل المتطوعين هنا هم متطوعون يأتون بإرادتهم الحرة ولا يتقضون أجراً مقابل ذلك أسألوها الذين ليس لديهم أقارب وأصدقاء هنا في بولندا كم يبقون لأي فترة زمنية هنا في مراكز الاستقبال؟ كم يجبونهم لأي فترة زمنية هنا في مراكز الاستقبال؟ نحن نعرض أيضاً أجل مكانهم في كل أوروبا يمكنهم أن يتقضون إلى المدينة ويمكنهم أن يبقوا للفترة التي يريدونها لكننا أيضاً نعرض عليهم أماكن إقامة عبر أوروبا بكاملها حيث يمكنهم الحصول على مأوى على منزل أو شقة المقصود هنا هذا بعض من الصورة عادل هنا مع الإشارة إلى أن عدد الذين وصلوا إلى هنا من أوكرانيا إلى بولندا وحدها كان حتى بعد ظهر أمس قد تجاوز المليون ومئتي ألف لاجئ وبما أنهم يزيدون يومياً إلى بولندا وحدها بواقع مئة وخمسين ألفاً فمن المنتظر أن تعلن للأمم المتحدة أن عدد الواصلين إلى بولندا وحدها بحلول مساء اليوم سيكون قد تجاوز المليون وثلاثمائة وخمسين ألف لاجئ أما العابرون نحو الدول المجاورة إلى أوكرانيا عموماً فهو تجاوز منذ يوم أمس المليونين هؤلاء يأتون بالدرجة الأولى إلى بولندا ثم من بعدها على التوالي إلى هنغاريا وبعدها إلى إسلوفاكيا ورومانيا وبدرجة أقل إلى بيلاروسيا طبعاً كنت أعدد الدول التي يأتي إليها اللاجئون بحسب الأرقام الأرقام الأهم هي نحو بولندا ثم بعدها هنغاريا وتليها سلوفاكيا من حيث حجم الواصلين عدد الواصلين وأيضاً رومانيا وبدرجة أقل بيلاروسيا عادل ماذا حسين عن أيضاً الإجراءات ربما كان هناك إجراءات طويلة حتى يتمكن الأوكراني من الدخول إلى بولندا هل تعمل السلطات البولندية على الأقل على تسهيل ذلك أم أن فترات الانتظار والتحقيق والتأكد من هوياتهم تستمر لساعات طويلة ما زالت رغم تقدم الوقت بسبوعين نعم سؤالك في محله بكل بساطة لأن بولندا ليست فقط حدوداً عادية مع أوكرانيا إنها حدود الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا وبالتالي فأن التعقيدات الإدارية على المعابر كانت كثيرة قبل نشوب الحرب في أوكرانيا ولكن مع نشوب الحرب عممت الحكومة البولندية على حرس الحدود وعلى الهيئات الإدارية تبسيط الإجراءات بما في ذلك القيد الصحي الذي كان يقضي بضرورة إبرازي نتيجة سلبية لفحص كورونا حتى هذا القيد الصحي لم يعد مطلوباً من العابرين إلى هنا التعقيدات أصبحت بسيطة تم تبسيط الإجراءات بالنسبة للواصلين إلى هنا وهؤلاء وضعت كل قطارات بولندا بتصرفهم مجاناً ينقلون من هنا إلى مدن بولندية وأيضاً إلى دول أوروبية مجاورة يعرض عليهم متطوعون بشكل فردي أماكن إقامة مجانية لفترة محددة أو غير محدودة بزمن أحياناً ينتقلون بشكل خاص إلى تشيكيا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، الدنمارك وإلى بعض دول إلى إحدى دول البلطيق خصوصاً إستونيا وأحياناً أيضاً إلى لاتفيا ولتوانيا الدولتين الأخرين من بين دول البلطيق الثلاث عادل شكراً جزيلاً لإحسين قنيبر موفد العربية من الحدود البولندية الأوكرانية يعطيك العافية مع مواصلة تدفق اللاجئين الأوكرانيين على البلدان المجاورة تجاوز عددهم حتى الآن حجز المليونين أغلبهم من النساء والأطفال وبالنسبة للبعض لم تكن هذه المرة الأولى التي يهربون فيها من الحرب في بلادهم هذه هي إلينا أم أوكرانية لطفلين حالها مثل العديد من النساء اللواتي هربنا من الحرب في بلادهن مع روسيا في خيمة مؤقتة للاجئين من أوكرانيا بالقرب من حدود بالانكا الأقرب إلى أودسا تتشارك إلينا فيها مع عائلة أخرى إلينا ليست غريبة عن النزوح ففي عام 2014 اضطرت إلى الفرار من منطقة لوغانسك بسبب الصراع هناك مع الانفصالين المدعومين من روسيا ها هي اليوم وجدت نفسها تهرب مرة أخرى هذه المرة إلى مولدوفا نحن في حملتها سميزة لغانسك نحنش operators قد ادوان عملنا في سنة بلادهم shaman وقد صادثتنا في خانديد من قبل عام الفرن سنة لغطاء سنة الرسول فمقدر سنةًا لمدر قلت يوم الآن نحن على الأرض أننا كان لم تكن من قبل بشكل فرصح ونحن الآن نحن في حقاً كأشمار هذا ويتواصل تدفق اللاجئين الأوكرانيين على البلدان المجاورة بما في ذلك بولندا ورومانيا ومولدوفا والتي تجاوز عددهم حتى الآن منذ بداية الحرب أكثر من مليوني شخص وفقاً لمفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الولايات المتحدة باستخدام مواد بيولوجية ذات صفات عسكرية في مختبراتها في أوكرانيا وأشرت زخاروفا إلى وجود متطرفين من الشرق الأوسط والغرب مع القوات الأوكرانية ووصفت أساليبهم المستخدمة في القتال بأساليب داعش الولايات المتحدة تستخدم مواد بيولوجية ذات صفات عسكرية في مختبراتها بالأراضي الأوكرانية وهذا تم تأكيده من الخارجية الأوكرانية بذاتها هدف العملية العسكرية الروسية هو نزع السلاح الأوكراني كييف حاولت استخدام أسلحة نووية هناك متطرفون يعملون مع القوات المسلحة الأوكرانية من الشرق الأوسط والغرب والمتطرفون يستخدمون المدنيين كدروع بشرية وهم أيضا يستخدمون أساليب داعش في القتال ونحن أثبتنا استخدامهم للأسلحة الفسفورية والممنوعة أما سياسيا فقد نفت يفغينا كرافشو كمساعدة الرئيس الأوكراني في مقابلة مع العربية أن يكون الرئيس الأفغاني قد أعلن أن بلاده لم تعد تريد الانضمام للنيتو نحن نرى أن أوكرانيا تلبي شروط الانضمام للنيتو انظروا للجيش الأوكراني وأدائه على مدى أسبوعين وما أظهره من بسالة الرئيس لم يقل إننا لا نرغب بالانضمام لحلف شمال الأطلسي بل قال إننا بحاجة لضمانات دفاعية وأمنية للانضمام إلى النيتو من خلال الدول الأخرى بأن سيادتنا لن تنتهك وأود أن أوضح هنا أنه عندما بدأت الحرب عام 2014 وحدث ذلك بضم شبه جزيرة القرم لم يكن حينها في الدستور الأوكراني ما ينص على انضمامنا للنيتو كنا بلدا محايدا وذلك لم يمنع روسيا من انتهاك وخرق القانون الدولي بضم أراضي أوكرانية قال جاكوب كوموتش مستشار الرئيس البولندية أن بلاده مستعدة لإرسال مقاتلات ميج 29 إلى أوكرانيا لكن فقط في إطار حلف النيتو وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تريد أن تصل طائرات إلى أوكرانيا عن طريق القواعد الأمريكية وهو الأمر الذي ترفضه بولندا ينضم إلينا من كراماتورسك الصحفي محمد البابا وكذلك من موسكو المحلل السياسي الدكتور روناند بيغاموف أهلا بكما ليبدأ أولا مع سيد محمد البابا ماذا تتوقع من هذه الجولة من المفاوضات في تركيا هل يمكن أن تؤدي إلى ما كنا ننتظرهم منذ قبل أسبوعين يعني اليوم كان هناك موقف لوزير الخارجية الأوكراني الذي قال أنه على مدى سنتين كان ينتظر لقاء مع وزير الخارجية الروسي سرقيل لفروك ولكن لا يعرف لماذا أو كيف تمت موافقة لفروك على لقائه ولكنه سيجلس مع لفروك وسينظر إليه على أنه شريك في عملية الغزو لأوكرانيا يعني ينتظر من خلال هذه المفاوضات أن يتم مباحثة كيفية حياد أوكرانيا وكيفية وصول إلى نقاط مشتركة للانطلاق منها في حوار جدي بين البلدين لكن هذا ما ينتظر ولكن حتى هذه الساعة لم يجد حتى من الطرفين من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني إمكانية للتراجع إلى حد ما حتى يصلوا إلى ممكن نقاط للانطلاق بحوار جدي قد يكف هذه الحرب المدمرة طيب إلى سيد أو الدكتور رونالد بيجاموف سيد بيجاموف اليوم هذا الحوار المرتقب طالما أن كل طرف مصر على مواقفهم ما الذي يمكن أن يحدث اختراقا في تلك المواقف أعتقد يجب أن نرحب بهذا اللقاء من جميع النواحي لأنه هو الطريق الدبلوماسي هو أفضل وأحسن من طريق الحرب لا ينبغي في أعتقادي أن نتوقع منه أي خرق فيما يتالك مصير هذه الأمالية أو الحرب الأخرى ولكن على كل حال هذا المستوى أغلى من المحادثات التي تجري في بيلاروسيا بين الوفدين الروسي والأوكراني حيث أن حطي هذا اللقاء سيتبين بعد أقضي هذا اللقاء متى ستوقع الجولة الرابعة من المحادثات في بيلاروسيا وهي محادثات مهمة جدا لأن على كل حال قد أدت إلى تقدم النسبيين هناك توصل الطرفان على التوافق فيما يتالك الممارات الإنسانية صحيح أن أوكرانيا لا تلبي مطالب روسيا فيما يتالك الممارات الإنسانية المتجهة إلى الأراضي الروسية هذه الأمالية تجربة بطا ولكن على كل حال اليوم كما أعلنوا الأوكرانيين هناك ستة ممارات إنسانية عاملة وإذن يجب أن يكون هناك نوع من التقدم غدا في مثل هذا اللقاء في الغد سيد بيجاموف في الغد أيضا قبل أن أنتقل إلى ضيف الآخر في الغد أيضا سيعقد الناتو اجتماعا وقد يضم دولا أخرى إليه كيف سينعكس ذلك على المشهد القائم في أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية لا أعتقد أنه سينعكس على ذلك لأن وزراء خارجية نتو يدركون إدراكا كاملا لأن هم أملوا كل شيء ما في وسئهم لتكديم دعم معنوي ومدين وأسكرين لأوكرانيا وإذا تخذت أي خطوات أخرى أدوانية لا تتفق مع مثال النتو هذا قد يؤدي إلى استدامة مباشرة بين روسيا وحلف النتو وأعتقد أن وزراء خارجية نتو لا يأخذون مثل هذا القرار ويكون قرار متزن وفي نوسل السياق كما يجري حاليا إلى الصحفي محمد البابا هل تنتظر كييف شيئا من اجتماع الغد في النتو خاصة أن هناك دول قالت أيضا أن النتو قدم لأوكرانيا ما لم يقدمه إلى أي من دوله الأعضاء نعم بالفعل حتى في داخل حلف النتو هناك بعض الدول مثل بولندا إستونيا لتوانيا هذه الدول يعني تحاول الضغط على كافة الدول الأخرى لتقديم كل الدعم المطلوب لحماية أوكرانيا خاصة في موضوع الحظر أو إنشاء منطقة محظورة فوق أوكرانيا محظر جوي لكن الكوى الأساسية في حلف في حلف الناتو لا تريد الاستضام المباشر الاستضام العسكري المباشر مع روسيا خوفا من امتداد رقعة الحرب إلى داخل أراضي الناتو وهذا ما يشعر حرب عالمية ثالثة لذلك يحاول بعض القاضى الأوروبيين في حلف الناتو تسيير بعض الأمور مثلا مثل تقديم طائرات عسكرية إلى أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تريد أن تنطلق من قواعدها طائرات أوكرانية لتشارك في الحرب هذا الآن هناك أكثر من موضوع قيد الدرس خاصة تقديم الطائرات طائرات 129 إلى أوكرانيا وبعد كلام وزير الخارجية سيرجي لافروف قبل يومين أن أي دولة قد تقدم دعم عسكري أو طائرات لأوكرانيا تعتبر هي مشاركة أو مشاركة في الحرب وهذا يعني أنها قد تدخل إلى الحرب لذلك هناك تدرس كل الدول دول الحلف الناتو كل الخيارات باستثناء خيار الاستضامة المباشر مع روسيا طيب هل في ضوء ذلك هل أيضا سؤالي للصحفي محمد البابا هل في ضوء ذلك ربما نجد أصوات من داخل أوكرانيا تطالب برفع راية البيضاء وإدراك أن الأمر الواقع لم يعد في مصلحة كيف لا 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 هذا أمر مستبعد جدا ولم نرى حتى في المناطق التي تقع تحت الاحتلال الروسي حاليا نرى السكان يخرجون ويؤمنون وينشدون لحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا حتى في مدينة ميلتوفل وخيرسون الآن تجري مظاهرات بوجه الكوات الروسية وتدعو تلك الكوات للخروج هناك وحدة هذه الحرب وحدت كافة الأطياف السياسية الأوكرانية تحت راية واحدة وتحت قيادة حكيمة وهي قيادة زيلينسكي لكن هناك بعض المطالبات بالتخفيف من حدة الاشتباكات لذلك هناك من يدفع الثمن حاليا هم المواطنين الأبرياء في كافة المدن في خاركوب قبل قليل في خاركوب كان هناك يجري بحث عن عائلة موجودة تحت الركام في منزل على طرف خاركوب وجدوا طفلة عمرها عشر سنوات مع جدتها تعرضوا لقصف من الكوات الروسية طيب إلى سيد بيجاموف اليوم هذا الخبر العجل الذي أمامنا الوكالة الذرية تقول لا أثر كبير على انقطاع تيار الكهربائي عن منشئة تشيرنوبل النووية ولكن أيضا هذا ملف قد يضغط على موسكو من أن تؤمن باعتبارها دولة قامت بعملية عسكرية في دولة أخرى قد تؤمن هذه المنشئات النفطية أمام العالم كيف يضغط عليها ذلك يعني قصدك المنشئة النووية في تشيرنوبل يعني تأمين المنشئات النووية هو مسئولية موسكو اليوم أليس كذلك نعم 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 هو كذلك هو كذلك الموسكو يعني تومن الأمن في محطة تشيرنوبل ومعها الوحدة الأسكرية الأوكرانية الخاصة الكتيبة التي كانت تحمي تشيرنوبل وهي تحمي والطاقم الموجود هناك الأميرون يشتغلون هناك فيما يطالك محطة زاباروجيا أيضا هي عاملة وأيضا هناك الطاقم أوكراني شغال وأيضا هي في الأمان ولا توجد هناك أي محطات أخرى النووية التي تسيطر عليها الجيش الروسي أما في كل مكان في كل مكان كل المحطات عاملة والطاقم أوكراني موجود وعمل ولكن أيضا هناك تخوف من تعرض هذه المحطات إلى قصف غير محتمل وغير مدروس وبالتالي ذلك يحمل موسكو أو يضعف من موقفها أمام المجتمع الدولي ليس كذلك سيد رونالد هناك المعلومات التي تقول أن في منطقة محطة مثلا في جنوب المحطة الجنوبية كما يقال كانت هناك إمكانية حياة الاستفزاز ويمنع الجيش الروسي من خدوط ذلك كان هناك حريق في مركز التدريب بالقرب من محطة زاباروجيا ولكن الحديث أن الدرب الدبابات الروسية وضرب الدبابات على المفاعلات كانت أكذيب كل شيء عامل هناك الجحة الأوروبية التي تراقب على مستوى الإشعاء لم يكن هناك أي قفزة في مستوى الإشعاء ولا في جرنوبل ولا في زاباروجيا وكل شيء في أمان هنا لا يوجد سبب من ذلك السبب هنا قد يكون من بعض الروس الساخنة أو الإرحابيين الذين يمكن أن يفكرون بتدبير نوع من استفزاز بهذه الأسلحة ولكن لا أعتقد أن هذا يحدث أفطار الروسي يأمل كل شيء لتجنب بذلك سيد محمد اليوم أيضا دول الناتو بولندا تقول بأنها مستعدة لإرسال مقالة 3 ميج 29 بريطانيا بصواريخ جافلين هل من الممكن أن يعكس ذلك أو يقلب الموازين القوة اليوم في أوكرانيا طالما هناك أيضا مشاورات أو مباحثات أو مفاوضات كيف يمكن أن يعكس ذلك أو يدعم الموقف الأوكراني في هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة إن تكلمنا برؤية عسكرية الجيش الأوكراني إلى حد ما ما زال يسيطر على كافة المدن الأساسية وهذه هي الاستراتيجية التي اتبعها الجيش الأوكراني أما بخصوص المقاتلات نعم الجيش الأوكراني يعني كل المقاتلات التي كانت تحت إدارته أو تحت يعني للجيش الأوكراني قبل هذه الحرب كانت من مخلفات العهج السوفيتي لذلك كانت يعني مرهكة ومتعبة ولا إمكانيات مادية للجيش الأوكراني في تطوير سلاحه الجو لذلك كانت ضرباته التي طلقاها الجيش الأوكراني في بداية المعركة قد حيدت إلى حد ما سلاح الجو لذلك كان الرئيس الأوكراني يطالب إما بحظر جوي على أوكرانيا أو تأمين رد أو قوة عسكرية جوية للجيش الأوكراني يتم الآن المباحثات مع الدول الأوروبية عن كيفية إدخال تلك الأليات إلى أوكرانيا لأن هناك معظم المطالات الأوكرانية أصبحت إلى حد ما خارجة عن العمل أو خارجة عن الخدمة الآن يتم دراسة كيفية دعم أوكرانيا من هذا النوع أما بخصوص الصواريخ نعم الصواريخ التي تم تقديمها صواريخ جابلين أو صواريخ أنلاو أو حتى ستيرلينز هذه الصواريخ غيرت في المعادلة الدفاعية هي استطاعت حتى الآن أن تحتمي المدن الأساسية في أوكرانيا أنا أريد أن أوضح مشكلة المفاعل النووي لأن ربما في روسيا لم يعرفوا المشكلة ما هي بسبب الإعلام أو التعتيم الإعلامي هناك مشاكل بين قطاع الطيار الكهربائي عن المفاعلات وخطر كبير يواجه المفاعلات عبر استهداف يعني يكون الوحدات الروسية باستهداف بعض البنية التحفية في المناطق التي تزود المحطات محطات تشيرنوبل وحتى محطة زفاروجيا بالطيار الكهربائي وتعطل الكهربائي في تلك المفاعل قد يشكل أزمة بتعطل الماكينات التي تحمش الإشعاع النووي طيب الصحفي محمد البابا أرجو أن تبقى معي وكذلك الدكتور رولاند بيجاموف أرجو أن تبقى معي سأعود إليكما أعتبرت الخارجية الروسية أن موسكو لا ترغب في ترك موقعها كمورد موثوق للنفط والغاز الأوروبية في حين اعتبر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة شنت حربا اقتصادية على روسيا وأضف بيسكوف أن الخطوة الأمريكية تسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة مشيرا إلى أن هذا الاضطراب سيستمر وأكد الكريملين أن روسيا بحاجة لتحليل الخطوة الأمريكية لتحديد كيفية الرد ولكنها ستدافع عن مصالحها وبشأن التطورات في أوكرانيا أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن شبه جزيرة القرم روسية ويجب أن تعترف أوكرانيا بذلك محذرا من إمكانية نقل مقاتلات ميك بولندية إلى أوكرانيا ووصف هذا السيناريو بغير المرغوب رجح محللون أن يؤدي الحذر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز الروسية إلى بقاء مزيد من الشحنات عالقة في البحار دون مشترين بسبب خوف هؤلاء من العقوبات كما استبعد المحللون أن يكون لقرر الاتحاد الأوروبي مواصلة الاستيراد أثر يذكر على الفوضى التي حلت بتجارة النفط الروسية العقوبات الورقة التي يراهن عليها الغرب لإنهاء حرب أوكرانيا بينما يعتبرها بوتين أشبه بإعلان حرب الرئيس الأمريكي جو بايدن تخذ القرار الصعب أعلن حضرا كاملا على استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا وعلى الفور صارت بريطانيا على الدرب لكن ليس إلى نهايته فحاجتها للنفط الروسي أكبر بكثير اكتفت لندن بإعلان تقليل تدرجي لاستيراد الخام الروسي وصولا إلى وقفه تماما بنهاية العام أما الاتحاد الأوروبي فأعلن عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الاحفوري الروسي بحلول العام الفين وثلاثين بالطبع تصب هذه القرارات في صالح زيادة الضغوط على روسيا خاصة بعد عقوبات غير مسبوقة شاملت حضر معاملات البنوك الروسية بالدولار حضر تصدير التكنولوجيا المهمة إلى روسيا استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت وقف خط أنابيب نوردستريم 2 لكن تأثير العقوبات المرجوء يبقى محل شك فروسيا سبق ونجت من موجات مماثلة وإن كانت أقل حدة في عقاب ضمنها شبه جزيرة القرم في عام الفين واربعة عشر موسيقى حزمة مضادة من الإجراءات اتخذتها موسكو لامتصاص العقوبات الغربية أغلبها مصرفي إذ لجأت إلى استعداد نظام تحويل الرسائل المالية الخاص بها SBFC كما أعلن المصرف المركزي تعليق بيع العمولات الأجنبية حتى التاسع من سبتمبر لكن وكالة فيتش أصدرت تحذيرا إلى روسيا وخفضت تصنيفها من بي إلى سي ما يعني أن خطر تخلف موسكو عن سداد مستحقات ديونها أصبح وشيكا في سياق ردها على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لجأت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما إلى فرض عقوبات مختلفة ضد موسكو الأمر الذي عاد بقوة طرح موضوع الآلية البذيلة التي ستعتمدها البنوك الروسية لمواجهة تدعياتها وكرد من الصين قالت الخارجية الصينية أن تحركات حلف النيتو دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة الانفجار وحثت واشنطن على أخذ مخاوف الصين على محمل الجد وتجنب تقويض حقوقها أو مصالحها في التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن حزمة جديدة من العقوبات تبحث وتشمل مئة مسؤول روسي وقال المسؤول الأوروبي أن الرئيس بوتين سحب منذ سنوات سندات من الدولار وحولها إلى الذهب وعملة الصين وحذر بوريل من تكرار سيناريو مدينة حلب السورية بعد فشل القوات الروسية في احتلال مدن أوكرانيا وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن بوتين أخطأ تقدير قوته العسكرية وصمود أوكرانيا ووحدة أوروبا والولايات المتحدة معنا من ستراسبورغ موفد العربية نور الدين الفريضي نور أهلا بك إلى نشرة الرابعة ما المتوقع في اجتماع الغد؟ ما الذي سيناقشه الأوروبيون حتى الآن؟ أمام القادة الأوروبيين مساء يوم غد في قصر فيرساي أجندة تتركز بشكل أساسي حول طلب أوكرانيا وكذلك جورجيا ومولدوفا الاتحاد بمصار عاجل يتعلق بعضوية هذه الدول في الاتحاد الأوروبي المعلومات الأولية حسب دبلوماسي رفيع المستوى هناك تباين كبير في صفوف الدول الأعضاء أيضا هناك مسألة الطاقة والخطة التي تقترحه المفوضية الأوروبية في الأمد العاجلي والبعيد المفوضية تقترحه على الدول الأوروبية خفض واردات الغاز من روسيا هذا العام بنسبة 60% وأن ترفع وتعمل الدول الأعضاء على رفع مستويات الاحتياطياتها من الغاز في حتى شهر يكتبر من هذا العام إلى 90% يشار إلى أن الاحتياطيات الغاز في هذه المرحلة هي 30% بل ربما دون 30% مما هو يفترض أن يتوفر هذه بعض الاختراحات ولكن هناك أفكار واختراحات تقدمون فوضية ومغد على قادة الاتحاد وأيضا طبعا الحرب مثل ما قال جوزيب بوريل تجري في عتبة الاتحاد الأوروبي على بعد أكثر من ألف كيلومتر فقط من برلين وبالتالي قضايا الدفاع أصبحته الخيار الوحيد أمام الدول الأوروبية كلمة أخيرة ذكرت تقارير اليوم أن مدينة ريزيسو الواقعة في جنوب شرق بولندا وهي بلدة صغيرة هذه البلدة تشهد حركة شاحنات طائرات الشحن العسكرية هبوطا ونزولا يبدو من هناك من هذه البلدة الصغيرة جنوب شرق بولندا تنقل الأسلحة الغربية على متن الشاحنات إلى مدينة الفيف الواقعة في غرب أوكرانيا وهذه المدينة مدينة الفيف مرشحة ربما لأن تكون العاصمة المؤقتة إذا ما سقطت مدينة كييف عادل نعم نور الدين اليوم أيضا روسيا بصدد فرض عقوبات على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبالتالي هي في حرب اقتصادية إضافة إلى العملية العسكرية في أوكرانيا لكن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال أن هناك حزمة عقوبات جديدة على مئة مسؤول روسي ما هي شكل هذه الحزمة؟ صحيح صدرت هذه الحزمة صادقت عليها الدول العظام والقائمة النهائية تضم مئة وستين مسؤولا من الحكومة الروسية من دوائر الحكم وأيضا عدد من الأثرياء أكثر من عشرة أثرياء يوصفون هنا بأنهم من القريبين أو من المقربين من الكريملين ولكن أيضا وضع الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات حظر تزويد روسيا بتكنولوجيا التي تستخدم في نظام الاتصالات في الملاحة البحرية راديو نافيجيشن بذلك يحظر تصدير التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة للمؤسسات الملاحة البحرية في روسيا والمتعلقة بأنظمة الاتصالات إجمال العقوبات وصلت حد الآن في بحر أسبوع قليلة إلى 680 مسؤولا واثريا في روسيا وإلى 54 كيان اقتصادين هذا بالإضافة إلى عقوبات مشابهة ضد البنك المركزي في بيلاروسيا وفصل عدد من بنوك بيلاروسيا الحليفة لروسيا من نظام سويفت ومثل ما يقال الخير على قدام وبالتالي هناك أطراف عدة في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول خاصة دول شرق الاتحاد الأوروبي ستقترح أو ستطلب يوم غد في اجتماع القمة في فيرساي ستطلب حذر السفن الروسية من الموانئ الأوروبية ولكن يوجد أيضا اتجاه سواء كان في صفوف النواب من مختلف الكتلة السياسية وأيضا من الدول الأوروبية خاصة ألمانيا فرنسا إيطاليا دول البنيريوكس يعني الدول التي تمثل النواة الصلبة داخل الاتحاد هناك نوع من السلوك أو الميل إلى التريث بعد الشيء حتى نرى ما هو تأثير هذه العقوبات ويبدو أنها كثيرة في روسيا قبل الانتقال إلى مراحل أخرى تكون مضرة أكثر ما هو الأمر الآن بالنسبة للاقتصاد الأوروبي قال في جملة نائب رئيس المفوضية فرانس تيميروانس هنا في البرلمان الأوروبي يجب أن لا نضر أنفسنا أكثر مما نفعل مع الرئيس بوتين عادل نور الدين الفريضي يوم غد سيكون طويل مع هذه القمة من ستراسبورغ حتى الآن نور الدين شكرا جزيلا لك نعود إلى ضيوفي الصحفي محمد البابا من كراماتورسك وكذلك من موسكو رولاند بيجاموف اليوم هذه الحرب الاقتصادية ما بين الغرب والولايات المتحدة وكذلك موسكو عقوبات من هذا الطرف سيد بيجاموف وعقوبات من روسيا إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر العقوبات الروسية على الغرب من أن تفرض عليهم هل ستكون خطوط الإمداد أقصد الطاقة هي الورقة الأخيرة التي تلعب بها موسكو ضد الغرب أم أن ذلك لنيومس باعتبار هناك اتفاق أيضا ومصالح مشتركة أود أن أقول نعم سؤال جميل جدا أود أن أقول أن المتضرر هو في نهاية المطاف المستخلق الأوروبي الذي يدفع فطورة الغاز والنفط والمستخلق الأمريكي الذي اليوم غاضب بسبب ارتفاع غالون بنزين والغاز في الولايات المتحدة وهذا قد يكون أحد الأسباب لخسارة إدارة بايدن في الانتخابات النسوية الأمريكية نعود إلى روسيا روسيا أملت حسابتها وهي تدرك جيدا أنه سيكون هناك انكماش الاقتصاد ولكن روسيا تعرف أن هذه الأقوبات لا توثر عليه أكبر من ذلك حجم روسيا أكبر حتى الدول أقل حجما من ناحية اقتصادية يعني تعيشوا في زول الأقوبات الأمريكية روسيا تعودت على هذه الأقوبات أمره ما كانت روسيا من غير الأقوبات الأمريكية وفي ظروف الأقوبات أود أن أذكر المشاهد الأربي أن الروس هما أطلقوا أول إنسان إلى الفضاء وكانت صاعدها أيضا الأقوبات وما كانت روسيا مرتبطة بأوروبا ولم يكن هناك نتام سويفت أما ما يخدس الآن روسيا حتى اليوم تورد الغاز إلى أوروبا وبكميات حائلة بما في ذلك أبرى أوكرانيا فقط 109.5 مليون برميل يوميا وأبرى بولندا وأبرى الماكن يعني الغرب يطلق رصاصة في رجله إذا خلني أقف عند هذا التشبيه سيد محمد البابا الصحفي محمد البابا الغرب يطلق رصاصة في رجله سيد بيجاموف أطلق هذا التشبيه هل العقوبات هل تنتظر أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالعقوبات ماذا يمكن أن تؤثر حتى وأن كان 160 شخصية الآن وفق قوريل على المدى القريب بالفعل ربما لن تتأثر روسيا ولكن على المدى البعيد سيتأثر الشعب الروسي بالدرجة الأولى وبعدها الطبقة السياسية والأليقرشية الأليقرشية لن يتأثر مباشرة الآن ولكن الاقتصاد الروسي بشكل كامل سيتأثر بعد مرور عدة أشهر من هذه العزلة الاقتصادية التي بدأت تتعرض لها روسيا وبالطبع لهذه العقوبات لها ارتدادات عكسية على من يتخذ هذه العقوبات هذا أمر واضح ولكن الدول الغربية لها بدأت بتنفيذ الخطط البديلة والبحث عن مصادر بديلة للغاز والنفط ولكن من الذي بالدرجة الأولى الآن يدفع ثمن هذه العقوبات هم الشعب الروسي بأول أول أول مشكلة وقعت فيها أو أول تأثير هو انهيار الروبل الروسي ثانيا نرى الآن أعداد الناس الذين يقفون أي سيد بيجامو في كل يعني أيضا من موسكو ما أخذ احتياطات هل ذلك؟ أي احتياطات أي احتياطات هذه كل فقاعة إعلامية نحن نتواصل عنها المئات من الأصدقاء الموجودين في روسيا يقولون أن الأزمة بدأت تلقي بزلالها على الشعب الروسي خاصة الذي يريد أن يسافر من روسيا إلى أي بلد آخر أصبحت تسكرة الطيران أربع أضعاف أو خمسة أضعاف يعني لا يمكن تجاهل العقوبات بشكل حتى أن روسيا ويقول الشعب الروسي لم ينتظر هذه القوة أو هذه العقوبات الحاسمة نحن ضد هذه العقوبات لأن من الذي يدفع الثمن ليس قوة شخصيا الشعب الروسي هم الذين يدفعون الثمن والمواطنين الروس الفقراء هم الذين سيدفعون الثمن كرامة توريسك من هناك الصحفي محمد البابا شكرا جزيلا لك وأيضا من موسكو المحلل السياسي الدكتور رولاند بيجاموف شكرا جزيلا لكم أيضا في هذا الخبر العجل الذين أمامنا مسؤول أمريكي يقول أن العملات المشفرة ليست وسيلة قابلة للتطبيق كي تتهرب روسيا من العقوبات أيضا نذكر بأن خامبرينت قد انخفض عما كان عليه وبالتالي هناك تغيرات في سوق الطاقة وفي أسعار الطاقة أيضا نكمل هذه التقطية مع تواصل العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية العديد من الشركات العالمية أعلنت وقف أعمالها التجارية داخل روسيا ذلك خوفا من العقوبات ترجمة نانسي قنقر أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون سياسية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاون موسكو مع إيران على الرغم من العقوبات المفروضة وقالت إن موسكو تحاول رفع سقف مطالبها بشأن خطة العمل الشامل المشتركة وبأن بلادها لا تجري مفاوضات مع روسيا بشأن إيران أحيت فرقة عسكرية أوكرانية حفلا موسيقيا قرب حاجز أكياس رمل كبير خارج المسرح الأكاديمي الوطني الشهير للأوبرا والبالي في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية يشكل المسرح أحد أشهر معالم المدينة إلى جانب سلالم بوتي ميكين وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية إن موقع حاجز الأكياس الرملية حيث أقيمت الحفلة الموسيقية هو أيضا موقع لهيكل مماثل أقيمة خلال حصار أوديسا في العام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية ترجمة نانسي قنقر بعيدا عن أخبار الحرب في أوكرانيا نستعرض معا بعض الأخبار المنوعة نبدأ من الكويت حيث أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء الكويتية ووزيرا للداخلية وأضافت وكالة الأنباء الكويتية أنه صدر مرسوم أميري آخر بتعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفع أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيأمر الوكالات الحكومية ببدء العمل على إنشاء دولار أمريكي رقمي وقال مسؤولون أمريكيون إن المبادرة ستركز على بحث تطوير عملة رقمية محتملة للمركزي الأمريكي ودراسة الفوائد والمخاطر المحتملة مشيرين إلى أن تداعيات إصدار عملة رقمية ستكون عميقة بسبب دور الدولار في الاقتصاد العالمي هذه المنطقة خاركيف وسط شرق أوكرانيا دخلتها القوات الروسية منذ قليل من ثلاثة محاور بعيدونا فقط ثمانية كيلومترات عن وسط المدينة وبعيدونا فقط أربعة كيلومترات عن المكان الذي أنا أقف فيه الآن المعدات التي تمر من هنا هي معدات روسية يقول بأنه ربما سيكون هناك ضربات جوية لا 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 هناك صوت قصر وزارة الدفاع الأمريكية ترسل بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا هذا هو الخبر العاجل وتغطيتنا مستمرة للعملية الروسية في أوكرانيا أترككم في عهدة زميلة ميسون عزام التي تلتقيكم بعد قليل في نشرة الخامسة أمانة فأترككم في رعاية الله وحفظه في أمان الكريم اشتركوا في القناة